بعد أخذ ورد وتهديد ووعيد وارتقاب وطول انتظار عالمي نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وعد به وعلى استحياء شارك بضربة ثلاثية مع فرنسا وبريطانيا لمواقع تابعة للنظام السوري وخلافاً لما كان لهذه الضربات من تأثير على أرض الواقع ارتفع صداها في الأروقة الدولية والإقليمية والعربية فجاءت الردود ما بين مرحب ومنتقد ومعارض بل ومهدد لمنفذي هذه الضربات بالرد عليها أولى المعنيين بتأثير هذه الضربات المعارضة السورية التي رحبت بها على لسان رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري لكنه رأى بأنها غير كافية لمنع النظام السوري من تكرار هجماته على الشعب السوري داعياً المجتمع الدولي إلى منع النظام السوري من استخدام كافة الأسلحة ضد السوريين المملكة العربية السعودية أعلنت عن تأييدها الكامل لهذه الضربات التي رأت فيها الخيار الأجدر بإيقاف هجمات النظام على المدنيين السوريين وليس بعيداً عن الموقف السعودي جاء موقف قطر التي أيدت هذه الضربات لكن على أن تكون محدودة ومحددة أيضاً أما مصر فقد توسطت محور المؤيدين والمعارضين للضربة بموقف أقرب إلى الحيادية إلا من تعليق عبرت فيه عن قلقها البالغ من التصعيد العسكري الراهن على الأرض السورية إلى الضفة الأخرى حيث يقف من يسمون أنفسهم محور المقاومة وعلى رأسهم إيران التي أطلقت تصريحات نارية أن تهدد فيها منفذي الضربات بالندم والخسارة تصريحات متشابهة من مختلف الصف الأول في قيادتها كلها تصب بهذا المعنى ونسخاً للموقف الإيراني أتى موقف الحكومة في العراق التي أعربت عن قلقها مما سمته بالعدوان الثلاثي على سوريا محذرة من التداعيات الخطيرة للضربة الغربية على المنطقة بأسرها وانتهاجاً للموقف الإيراني جاءت مواقف الميليشيات التابعة والمقربة منها كميليشيا حزب الله اللبناني الذي قال إن هذه الضربة تأتي استكمالاً للمخطط الأمريكي والصهيوني في ضرب حركة التحرر والمقاومة لكن أغرب مواقف وردود محور الممانعة ترك لميليشيا الحوثي التي لم تر من سبيل للرد على الضربة لحليفها إلا الرد بصواريخ على السعودية اشتركوا في القناة